إلى الشأن السوري حيث أكد رئيس الأسد خلال استقباله في دمشق وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن نجاحات الشعبين العراقي والسوري في مواجهة تنظمة الإرهابية ساهمت في وقف تمدد الإرهاب فيما أعرب الجعفري عن ثقته بأن سوريا ستخرج من أزمتها أقوى مما كانت عليها بالتزامن حددت موسكو موعد الجولة الثانية للقاء التشور بين الحكومة السورية وشخصيات وكيانات سورية معارضة في أبريل نسان المقبل أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن النجاحات التي يحققها شعبان العراقي والسوري وقواتهما المسلحة في مواجهة تنظيمات الإرهابية ساهمت في وقف تمدد الإرهاب وأكد خلال استقباله في دمشق وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن التشور والتنسيق بين البلدين من شأنه أن يعزز هذه النجاحات مشيرا إلى أهمية وجود إرادة دولية حقيقية للوقوف في وجه الإرهاب والدول الداعمة له بدوره عبر الجعفري عن ثقته بأن سوريا ستخرج من أزمتها أقوى مما كانت عليه وأن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين ستستمر بالتطور وفي مختلف المجالات من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجولة المقبلة للقاء التشوري بين الحكومة السورية وشخصيات وأطراف سورية معارضة ستشري في موسكو بين السادس والتاسع من الإبريل نيسان المقبل وفيما أعلن الائتلاف المعارض المدعوم من الغرب ومقره إسطنبول بالتركيا عدم مشاركته في اللقاء المرتقب أعلنت الحكومة السورية المشاركة كما تتحضر شخصيات وكيانات سورية معارضة في الداخل للمشاركة أيضا ميدانيا كثف الجيش السوري عملياته الجوية والبرية ضد داعش والجماعات المسلحة في مناطق وجودهم حيث استهدف مواقعهم وتجمعاتهم بالقصف المدفعي والصاروخي والجوي اشتركوا في القناة